أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قرارات بترقيات وإحفاءات بهدف إعادة تشكيل رئاسة أركان الجيش بحسب الإعلان العسكري قرارات البرهان التي شملت قادة القوات البرية والعمليات والإمداد بالإضافة إلى المفتش العام للجيش تمثل أكبر تغيير في القيادة العسكرية بالسودان منذ الانقلاب العسكري يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي معنا من الخرطوم دكتور الرشيد محمد إبراهيم أستاذ العلوم السياسية والباحث في مركز العلاقات الدولية بالخرطوم دكتور هل يمكن فعلا أن تكون هذه القرارات ليست أكثر من كما قالت وكارات الأنباء السودانية مع إجراءات تغيير دوري أم أن الأمر أكبر من ذلك؟ نعم هي قرارات دورية درجة القوات المسلحة على القيام بها ولكن إذا ما قرأت هذه الإجراءات والإحالات مع الأوضاع غير العادية بالنسبة للسودان يمكننا الحديث عن مقاربة في ذلك إذ أن الجيش هو جزء من العملية السياسية وهو الآن سلطة الأمر الواقع باعتبار أن قرارات البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر هي استندت على مرجعية تقانون القوات المسلحة فبالتالي لا يمكن عزل ما تم من ترقيات وإحالات التي تعتبر هي الأكبر خاصة وأنها قد سبغها قبل أيام وتقريبا في الأسبوع الفائد إحالات وترقيات للدفع أربعين أو واحد وأربعين وبالتالي هنا تطرح كثير من الأسئلة كما أن أيضا الترقيات والإحالات والهيكلة في قيادة الجيش السوداني هي أيضا لا تخاطب فقط التوازنات السياسية في السودان ولكنها أيضا تأتي بعد تغييمات للمصادر التهديد الكبيرة الآن التي تحيط بالفترة الانتقالية والتحولات الكبيرة التي المتوقعة خسب الإرخاصات خسب تقارير الوكالات مصادر التهديد قد تكون من داخل الجيش مثلا لا ليس طبعا من داخل الجيش الجيوش لا تقاتل في الداخل ولكن تقاتل في الخارج الجيش السوداني يقوم بالقلابات هذه عادة أنا لا أظن هذا الاتهام صريحا الجيش كمؤسسة لم يقم بانقلاب ولكن الذين قاموا بالانقلاب هم القوى السياسية التي اخترغت الجيش والعلي أضرب لك مثالا انقلاب نيميري كان وراءه الحزب الشوعي هو الذي اخترغ الجيش والسول على السلطة انقلاب يونيو 1989 هو انقلاب عدته الحركة الإسلامية الجبهة الإسلامية وصلت إلى السلطة فحتى نكون صراحين الجيش بهيئاته لم يجتمع ويقرر انقلابا وليس هناك انقلابا صحيح هذا حدث ولكن في دول أخرى معظم مواقف الجيش على مستوى القيادات او قيادة حياة الاركان هو الانحياز للشعب كما حدث في أبريل وحدث في 2019 اذا عدنا إلى هذه التغييرات هل تراها انها محاولة لتوزيع خارطة القوى داخل مؤسسة الجيش السوداني ام ربما تمهيد لحل ما يعيد السلطة للمدنيين انا لا استبعد ان هذه التغييرات ربما تسهدف المرحلة كما ذكرت الآن الجيش اصبح جزء من العملية السياسية بل هو الممسك بالعملية السياسية وبالتالي القيادات لها ادوار قد تتطلب الاوضاع ان يكونوا جزء من المشهد السياسي او تسهدلهم ادوار هذا واقع وهذا احتمال فرضي جائزة لا يمكن استبعادها لانه حسب غرار الفريق والبرهان بان تسليم السلطة سيكون في حالتين في حالة التوافق او في حالة الانتخابات واضح ان مؤشرات التوافق تبدو ضعيفة يبقى الاحتمال الراجح والانتخابات المبكرة وهذا يعني ان تكون الغوات المسلحة ممسكة بالعملية السياسية او حتى ان لم تكن ممسكة يكون لها ادوار مؤسرة لانه هناك كما ذكرت مهددات كثيرة قضية الارهاب والجماعات المسلحة الاغليم كله ملتهب من حولنا ليبيا وتشاد جنوب السودان الان النشرة في تلفزيون العربية تحدث عن اوضاع وبأمنية جديدة في منطقة الغرن الافريقي كل هذه ربما تكون احدى الاسباب انا لا استبعد نعم ان تكون التغييرات يعني لمواهبة ولمواكبة المشهد الدولي والاقليمي شكرا جزيلا الدكتور الرشيد محمد ابراهيم استاذ العلوم السياسية والباحث في مركز العلاقات الدولية بالخرطوم اشتركوا في القناة